أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجاربة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر وهي مقولة في مسكن قائلها طوبا لمكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إلى إداة إحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله أعليل العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر معصبه شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر معز به شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر معز به شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب والسارق والطارق والعاقد والنافث والعائن والعائن والساحر والإنس والجام معنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر إنا أنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام إنهي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى له والمآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصادي فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وعبدي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسمع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا عفلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يالله يا رب إنك قلت وقولك الحق كالصدق ادعوني أستجب لكم وقلت عيضا واشكروا لي ولا تكفرون فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول الحمد لله الكريم ذلمنا على اشتغالي بفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني برطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحل من بعد ما هذب بالتحل وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعاء على الذي قصد أن أتبعاء على الذي من بمراضه اقتداء في السر يوم مقتداء هو الذي هاجر للمدينة بأمر رب وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير ورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين أجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدتني اليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدتني الأمداح والإطراء أزهد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بالهدى المعلوم وفي اشتغال بالهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا قلل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك عروم اليوم أن أكونا ممن أبوا لغير كركون وأن أطيعك بلهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا غريب لهب ذاك وللسميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعى الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشفا ليلا الهوى البهيما بحرمة المحمح إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بحق الطاهري ورقني ترقية خفية ببنته رقية صفية وقي أدايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأمك من ثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه والاستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جثماني في قبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبيننا كل أذى ولتكفي عنا الحيناء يا الله يا نصير يا جميل إني حقير معدم ذليل فلتعنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منا وأملي يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقن حتى أكون سالكا خير لقن يا عدل يا مدل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن نؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلاة وكل من خدمني أو زارا فنجهي واغفر له أو زارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء والتكفي عني كيد كل ذي اعتداء والتكفي من الدهر أدى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان والتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد والتصرف الجملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عنه والتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبتنه بالهاد الوفي وأعلني وأعلم من يعينني والتكفني جملة ما يهينني ومسكني سل من الفجاري وامن على الأهل بماء جاري واجعله رب مننا معجلة جالبة لمن من مؤجلة يا قيوم كني مجيب أنت المجيب والكريم والرقيم إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عن نكدي ولتثبتن فيه جماعة تقيم الصلوات الخمسة ذبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجان والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض ضررا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جنين عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببتا ولتكفينا عن فعل ما أبغبتا ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاحا بجاه ذا اليوم وجاه من ولد فيه فرنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أهدى الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجني بجاهه من بعواء ولتكفي عنا كذبا ولهواء ولتكفينا الهواء وما لا يعنيه وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولا يا بر رحمتك أرجع عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضون في ظاهر وباطن وبالغفون وكن معيدنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجذو قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزجى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني حطيا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهر القلبي وزدني يا حيا وأحلني في طاعة يا ربيا واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكنا اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر الرجبي جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجن بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخ النورين ثم بحرمة إمامنا عدي هب لي في الدارين صيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نغمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآن مع الزوجات وحرمة الرسل والانبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذيه لن من صالحي أو مرشد أو عابد أو ناصحي وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتدفني جملة ما أعود منه سريعا بك يا معيد فلتدمع بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علماء وكلما عنك يعوق يا بديع فلتفرق بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وديه هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لم لا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر وأنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر وأنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكن حصا حصين عن كل ذيناب وضفر كل حين والتكفني يا ذا البقاء والقدم أذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاحي وشر من يطير ذا جناحي وشر من يدلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر من ينفث في العقود وشر حاسد وذي جحود بك عقد يا إله أسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافثا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علم بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد والتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرذل وكل فاضل وكل قاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شان وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجين من شر جن مع شيطان مريد ذي القرب وشر الناي والحر والبرد وشر المال وسوّي دنيا وأيدني أبد وطهر القلب وصحّح الجسد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخلّي الني من الرذائل وكنّ جمّي لي بالفضائل وزكّلوا بي وافتحا ربّي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي وهدّبني وكن خليلي وعلّمني من لدنك علما حتى أصير راسخا خضما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معادا وفيه معاني لا تزل ملاذا وصفّيني قالبا وقلبا وليهب ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزل لي حفظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك المسالك الخلاص والتكفني عن جملة المعاصي وبسلك الرب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصياء وأولني سعادة لست أراء شقاوة من بعدها أو ضرراء ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في التمادي وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطاء يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخبي ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقات الهدات ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الألوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلحه وكن معيني على ما يصلحه ولتكفني جملة ما يقبحه ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهبي اليقين والعرفان والدوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلحاً أمة خير مرسلين وفرجاً عنهم جميعاً يا علي وارحم وبارك ثم عافك لهم ونجهم والطف بهم وأغفر لهم واجعل يا ربي من أعظم العباد أعندك حظاً ونصيباً في تماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سراً وعلاً واجعل مماتي راحةني من نصب ومن جوى ومن غرام ووصب وعمل جعل كله مقبولاً حتى أكون مقتداً مقبولاً ومسكن جعل مسكناً مباركاً وصيراً سالكاً وناسكاً أدعوك أن تجعله دار التقاء والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك المريد وجنة عن هاتك المريد ومنفع لكل هاد المسلمين ومدفع عن كل هاد المجرمين وحجة لمن بضعف ارتداء وحجة على مخالف غداء ومطلباً لطاعة الرحيم ومهرباً من طاعة الرجيم ومسلكاً لسبل اتباع ومتركاً لسبل ابتداع ومسكناً لجلب كل خير ومسكناً لدفع كل ضير وسبباً لفتح خير الغيب وسبباً لدفع ضير العيب وأرضه جعل الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل ألوان يا دافع الأسواة والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن دار واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلاء واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتناء نوراً ورحمةً بالانتهاء ورزقها جعل الأطيب الحلال في العسر واليسر على تواني وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيط بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلاً كنف الستر كأبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعاً مسجلاً ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الحلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن جعل مسكن الغفران والرشد والعفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجاً من بداع ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجاً من بداع وجعل هدباً مسكن التعلمين وموضع الفكرة والتفهمين ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور وكفي عنه كل من ظلم واجعله دهباً مسكن التباعي لسنة لا مسكن ابتداعي واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السني والتحم داري عن الفجور والفزق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريماً آمنا وكن بحبه كفيلاً ضامنا واجعل حريماً واجعل حريمنا حريماً آمنا وكن بحبه كفيلاً ضامنا واجلب لها الخير من الجهات الست وقفها عن الآفات واجبلها الخير من الجهات الست وقفنا عن الآفات حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معاً بالقهر نفسي وديني ثم أهني والولد ومسكني لك وديعاً أبد وهكذا دنيا مع أخرى يا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصاً ودعباً يا صمد تولني ولا تكني لأحد وارحم جميع المسلمين أبداً وصلياً وسلماً نصرمداً على محمد وسيلتي لكاً وليهب حسن الختام عندكاً والتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهبي الإجابة رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فقد دعوتك فأجيب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعيدني من كل ما استعدت منك وأعيدني من كل ما استعدت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فعفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا عفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فاردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ممنا وللمؤمنين والأمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تعفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للوالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لي ماني أنامنوا أنامنوا بربكم فآمنا ربنا فعفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على أرسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة مفارق بها إبليس وما وادا ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما وادا ونحوذ بها حسن الخاتمة سبحان رب ثرب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين